موسيقى الرئيس السيسي يؤكد ان مصر تتطلع لتجديد الامل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة مثلس ماسبيرو قبل بدء التسليم الصحة تعنن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لخمسة فاصل اثنان مليون واطن بالمعاهد والمستشفيات التعليمية موسيقى تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء امس من رئيس الوزراء الاسرائيلي يائر لابيد واشار الرئيس السيسي الى ان مصر قامت بجهود ومساع حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق مواجهة وزيادة الاعمال العسكرية ومن ثم هناك اهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على اي محاولة لتوتر الاوضاع سواء بالضفة الغربية او بقطاع غزة واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والاسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما اكد الرئيس السيسي ان مصر تتطلع لتجديد الامن لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية وهو ما يفرض حتمية انهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعيا لفتح الباب امام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيدا لاطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي التي من شأنها تغيير واقع المنطقة باسرها نعت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الفنانة القديرة رجاء حسين والتي وافتها المنية صباح اليوم عن عمر ناهزة الثلاثة وثمانين عاما وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انعي ببالغ الحزن والاسى الفنانة القديرة رجاء حسين التي رحلت عن عالمنا اليوم تاركة خلفها سيرة طيبة فقد استطاعت خلال مشوارها ان تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي واسلوبها الفني المتفرد كما كانت سيدة مصرية اصيلة اخلصت لوطنها واسرتها وفنها رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ظهر اليوم مشروع تطوير منطقة مثلس مسبيرو وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على ارض الواقع رافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومسؤول الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واكد رئيس الوزراء ان منطقة مثلس مسبيرو من المشروعات المميزة التي حرصت الدولة المصرية بقيادة رئيس السيسي على تطويرها بعد ان كانت تمثل احدى المناطق العشوائية غير الامنة وقال مدبولي ان الدولة وفت بوعودها بتطوير هذه المنطقة دون الحاق اي ضرر بساكنيها او ملاكها او المستأجرين حيث سبق ان اكدنا في مراحل التفاوض مع شاغل الوحدات والملاك او غيرهم ان الجميع سيخرج مستفيدا من تطوير هذه المنطقة اعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لخمسة ملايين ومائتين وستة الف مواطن خلال الفترة من يناير وحتى الثلاثين من يونيو الماضي وذلك من خلال سبعة عشر منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة وعدد من السفراء الافارقة الى مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتزم للقوات المسلحة ومصنع الاجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالعجوزة اشتركوا في القناة